اشتركوا في القناة الاركان الروسية تؤكد ان العمليات العسكرية للجيش العربي السوري ضد ارهابيين نصرى اسفرت عن مقتل عدد كبير من الارهابيين وفض الجمهورية العربية السورية الى محادثات جنيف يلتقي جاتيلوف ويتبادل معه وجهة النظر حول سير الحوار السوري السوري الاحتلال يشن حملة اعتقالات في صفوف حراس المسجد الاقصى اهلا بكم الى ملفات الرئيسية لهذه الليلة موسيقى موسيقى كاميرا الاخبارية سورية ترصد عمليات الجيش العربي السوري على محور البحوث العلمية والراشدين الاولى وطول المحور الممتد من الغرب حتى الجنوب الغربي ضد اوكاري جبهة النصرى الارهابية والفصائل المنضوية تحت رايتها لم تغب الاطراف الغربية من حلب عن حرارة المعارك التي تحصل في اكثر من محور في سوريا البحوث العلمية والراشدين الاولى وطول المحور الممتد من الغرب حتى الجنوب من مدينة حلب يشهد بشكل يومي استهدافات بكافة الوسائط النارية باتجاه معاقل جبهة النصرى والفصائل المسلحة المنطوية تحت رايتها الهدف المباشر من هذه العمليات هي ابعاد خطر قذائف الارهابيين التي تستهدف الاطراف الغربية من مدينة حلب كمنطقة 3000 شقة والحمدانية والتي شهدت في وقت سابق مجزرة بحق خمسة اطفال اثناء دراستهم ضربات قاسمة ومركزة نفذها سلاح الجو بهدف التمهيد الناري تزامنا مع اشتباكات متقطعة على خطوط النار فيما اخذت المدفعية دور استهداف النقاط الخلفية للارهابيين عمليا هناك خطوة من قبل الجيش العربي السوري لدك تجمعات المسلحين عبر الجبهة الغربية لمنع تسلل هؤلاء الارهابيين الى المناطق الامنة ولمنع وصول القذائف العمياء الى المناطق الامنة وانت تعلم قبل ايام هناك مجزرة حدثت لاطفال في مدينة الحمدانية وبالتالي انا اعتقد ان هناك قرار من قبل القيادة السورية لايقاف عملية الاستنزاف ولانه يعطي قوة للمفاوض السوري في جينيب وان قوة النيران ستكون كبيرة جدا باتجاه هؤلاء المسلحين لان ما قبل حلب ليس كما بعدها كما قال السيد الرئيس وهذه مسألة مهمة يجب ان يعرفها المسلحون وداعميها هؤلاء المسلحين الجيش العربي السوري اخذ قرارا بانهاء هذه البؤار وضرب كل التجمعات وستكون هناك عملية نوعية لاقتحام هذه المناطق الغربية وبجبهة طويلة تبدأ من خانطومان وتنتهي بالريف الغربي من الراشدين ومنطقة حريتان وهذه المناطق واعتقد ان مقصلة الجيش العربي السوري بدأت ولن تتوقف ابدا عمليات تتسم بالدقة وتستهدف اكثر من سبعة قرى تتوغل فيها المجموعات الارهابية المسلحة بخطوة من قبل الجيش العربي السوري لفتح معركة جديدة الهدف منها تأمين الاطراف الغربية بعمق سبعة كيلو مترات لا سيما بان هذه العمليات تأتي لفتح عملية عسكرية جديدة باتجاه الغرب وتأمين الاطراف الغربية لمدينة حلب وليد هناي الاخبارية السورية من الاطراف الغربية لحلب افضل جمهورية العربية السورية الى محادثات جينيف برئاسة الدكتور بشار الجعفري التقين ابوزير الخارجية الروسي جينادي جاتلوف في جينيف ويبحث معه سير الجولة الحالية من الحوار السوري وسط توقعات بعدم حصول خروقات في الجولة الخامسة من الحوار السوري السوري في جينيف تستمر مباحثات الجولة الحالية وفد الجمهورية العربية السورية التقى نائب وزير الخارجية الروسية جينادي جاتلوف وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سير المباحثات السورية السورية في اجتماعات جينيف خمسة وتم الاتفاق على مواصلة التشاور بما يساعد في تحقيق تقدم في المحادثات وفد الجمهورية العربية السورية اكد خلال اللقاء انه قدم العديد من الاوراق وينتظر رؤية جدية للاطراف الاخرى في التفاعل مع هذه الاوراق كما التقى وفد الجمهورية العربية السورية ايضا مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة في جينيف السيد محسن نظير اصل في مقر البعثة السورية الدائمة للامم المتحدة في جينيف وتم التطرق الى مجريات الجولة الخامسة من المحادثات السورية السورية التي تعقد حاليا وتأكيد على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين وللاطلاع اكثر على مجريات الاحداث في جينيف تنضم الينا مباشرة مفادة الاخبارية السورية رانا اسماعيل حياك الله رانا تحية لك اياد ولمشاهدية الاخبارية السورية رانا لو تطلعين على اخر المستجدات اليوم في جينيف خاصة بعد سلسلة الاجتماعات الجانبية التي عقدها وفد الجمهورية العربية السورية مع جنادي كاتيلوف ومع الوفد الايراني المتواجد هنا نعم فيما يتعلق بوفد الجمهورية العربية السورية حقيقة اياد اختصرت اليوم اللقاءات على هذين اللقاءين لقاء وفد الجمهورية العربية السورية مع جنادي كاتيلوف والوفد المرافق له الذين وصلوا الى جينيف بالامس لاجراء مجموعة من اللقاءات والاجتماعات ايضا كان هناك اجتماع لوفد الجمهورية العربية السورية في مقر طبعا الوفد في الامم المتحدة كان هناك اجتماع مع مع محسن نظيري أصل أيضا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة طبعا في كلا اللقاءين تم التطرق لمجريات محادثات جينيف في هذه الجولة آخر التطورات تم تبادل الآراء ووجهات النظر بين وفد الجمهورية العربية السورية وغينادي جاتيلوف والوفد المرافق له أكد الوفد الجمهورية العربية السورية بأنه قدم أوراق طبعا بما يتعلق بسير هذه المفاوضات ينتظر جديد لأطراف الأخرى بعد رؤية هذه الأوراق لمعرفة كيفية التعاطي والطرق التعاطي اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون لإنجاح هذه الجولة من جينيف أيضا فيما يتعلق بلقاء وفد الجمهورية العربية السورية مع طبعا مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أيضا تم التركيزة والحديث حول مجريات هذه المباحثات من جينيف وأيضا تم التأكيد من كلا الجانبين على استمرار التنسيق والتعاون والتشاور لإنجاح هذه الجولة من جينيف هذا ما يتعلق بوفد الجمهورية العربية السورية ما يتعلق بنشاطاتها الأخرى التي جرت اليوم في جينيف وفي الأمم المتحدة تحديدا ديمستورا وصل إلى جينيف بعد تغيبه بالأمس عن مجريات المحادثات بسبب تواجده في عمان في القمة العربية عاد إلى جينيف اليوم التقى منصة موسكو ومنصة القاهرة لمعلومات حول ماذا تم الحديث حقيقة لدينا إياد مع هاتين المنصتين هذا كان كل ما يتعلق بنشاطاتها اليوم في مجريات هذه الأحداث وهذه الجولة من جينيف هل لديك معلومات عن جدوى الأعمال غدا رانا؟ حقيقة إياد كل ما لدينا من معلومات بأن ديمستورا عاد واليوم سيستكمل كان اللقاءات واستكملها حقيقة وبدأ مع منصتي موسكو والقاهرة بالتأكيد غدا سيكون هناك استكمال للقاءات والاجتماعات لكن حتى هذه اللحظة لا معلومات واضحة ودقيقة حول التوقيتات وتوزيع جدول اللقاءات في حال معرفة أي جديد بتأكيد سوف نطلعكم عليه ولكن كما قلت ستستأنى في غدا المفاوضات واللقاءات أيضا هناك عدد من معارضة الداخل الذين تم استبعادهم من الدعوات الرسمية من قبل ديمستورا والأمم المتحدة وصلوا إلى جينيف لإجراء مجموعة من اللقاءات مع قاتلوب بعض اعتراضات من قبلهم كانوا قدموها على عدم دعوتهم وتغييبهم في الجولة الرابعة من جينيف وفي هذه الجولة أيضا من جينيف حيث من المعلوم أنه اختصرت وفود المعارضات على منصة موسكو ومنصة القاهرة وأيضا وفد معارضة الرياض مع أيضا حقيقة تفاوت إياد طريقة التعاطي من قبل ديمستورا الله أنصف حتى هذه اللحظة في كيفية التعاطي التركيز والثقة الأكبر على ما يبدو من قبل ديمستورا هو على وفد معارضة الرياض رغم وجود منصتي موسكو والقاهرة شكرا رانا اسماعيل مفادة الإخبارية السورية إلى جينيف على كل هذه المعلومات شكرا رانا السلال الأربع التي نتجت عن الجولة الماضية من المحادثات السورية في جينيف شكلت جدول أعمال للجولة الحالية سلة مكافحة الإرهاب أولوية طرحها وفد الجمهورية العربية السورية في بداية النسخة الخامسة من جينيف بسبب التصعيد الإرهابي فيما قدم الوفد ورقة تضمنت مبادئ أساسية حول العملية الدستورية تفاصيل مع رامي عباس أهلا بكم جولة محادثات جينيف السابقة مثلت أرضية تم البناء عليها للجولات اللاحقة أربع سلال تتضمن عدة ملفات خلاصة عشرة أيام من جولة محادثات ماراتونية رابعة بدأت في العاصمة السويسرية جينيف في الثالث والعشرين من شهر شباط الماضي سلال انشكلت مجتمعة جدول أعمال لجولة خامسة من محادثات بدأت منذ أيام دون أن تتحد وفود المعارضات تحت مظلة منصة واحدة السلال الأربعة ستتم معالجتها في الجولة الحالية بشكل متوازن أولها كانت تتعلق بالحكم أما الثانية فتشمل القضايا المرتبطة بالجدول الزمني فيما تشمل السلة الثالثة الانتخابات أما السلة الرابعة التي تمت إضافتها بناء على طلب وفد الجمهورية العربية السورية فتشمل استراتيجية لمكافحة الإرهاب جينيف في نسخته الخامسة بدأ بالتزامن مع تصعيد إرهابي قادته جبات النصر وأتبعها على جبهتي دمشق وحمى تبناه إرهابي الرياض بهدف تقويض مساري جينيف وأستنى هذا التصعيد جعل من سلة مكافحة الإرهاب أولوية طرحها وفد الجمهورية العربية السورية على المبعوث الأممي ستفان ديمستورا في أول لقاء جمعهما أما فيما يتعلق بسلة الدستور فقد قدم وفد الجمهورية العربية السورية ورقت بادئ أساسية للبدء بشكل صحيح في أي حوار حول العملية الدستورية وذلك خلال جلسة جمعته مع نائب المبعوث الأممي إلى سوريا رمزي عز الدين رمزي ليقوم الأخير بتسليمها إلى الأطراف الأخرى لإقرارها أسدل السطار على الجولة الرابعة من محادثات جينيف وكانت سلال ديمستورا الحصيلة الوحيدة لها الجولة الخامسة بدأت مع مراوغات من قبل ممثل الرياض حاولوا من خلالها قلب الحقائق وتزييف الوقائع وهم من يرتكبوا الأعمال الإرهابية ويخرقون اتفاق وقف الأعمال القتلية مرات ومرات بالعودة إلى الميدان الجيش العربي السوري يتصدى الاعتداءات التنظيمات الإرهابية في ريف حما ويوقع في صفوفها خسائر كبيرة على محور الاشتباك مفادة الإخبارية عبد الزمام والتفاصيل عمليات مكثفة يخضها أبطال الجيش العربي السوري هنا في الريف الشمالي الغربي لمدينة حما هذه التي ترونها هذه النقطة التي نحن متواجدون فيها لا يمكن إلا أن نكون في هذه الوضعية نتيجة أن هذه النقطة هي نقطة رصد وتتبع لتحركات تنظيمات الإرهابية المتواجدة في هذه النقاط تماما بعدسة الزميل ماهر هذا هو طريق محردة حما وفي عمق الكاميرا تماما هذا هو جسر محردة الذي أعاده أبطال الجيش العربي السوري إلى حضن الوطن بعد أن كانت التنظيمات الإرهابية تعتبره خط إمداد لها للتنقل بين النقاط والقرى المحيطة أيضا إلى اليمين تماما يمين جسر محردة إلى اليمين تماما عند نقطة السرو تماما هذه نقطة هي نقطة جسر بيجو منطقة بيجو وهي بيد تلت بيجو تماما هي بيد التنظيمات الإرهابية المتواجدة العمليات تدور هناك حتى الساعة بتكتيك عالي المستوى وهو عملية المناورة والالتفاف حول هذه النقطة كونها كانت تعتبرها التنظيمات الإرهابية نقطة استراتيجية لهم إلى اليمين تماما هذه المعامل هي معامل كانت بيد التنظيمات الإرهابية أيضا كانت محور لانطلاق عمليات الجيش العربي السوري الذي بسط سيطرته عليها وانطلق إلى اليمين تماما عند خزان المياه لو سمحت ماهر عند خزان المياه تماما هذه أول نقطة لبلدة معردس هي بلدة معرزاف الذي بسط أبطال الجيش العربي السوري سيطرته عليها والعمليات الآن هي عمليات تثبيت في هذه النقطة لو انتقلنا بعدسة الزميل ماهر إلى المنطقة الشرقية وهي المنطقة المحازية لمحردة في عمق الصورة بعد قليل ستشاهدون هذه القلعة هي قلعة شيزر الذي كانت أيضا تتحصن بها هذه التنظيمات الإرهابية وفي أسفلها تماما هذه القرية هي أيضا قرية شيزر حتى في المجال الذي يمكن أن تصل إليه الكاميرا هو تحت سيطرة أبطال الجيش العربي السوري بعد هذه النقطة كما أفادت المصادر العسكرية المتواجدة في هذه النقطة أنه أصبحت نقطة مقنوصة من قبل التنظيمات الإرهابية وإلى اليمين تماما هذه هي بلدة محردة الذي يخوض أبطالها أبطال الجيش العربي السوري وأهالي هذه البلدة معارك كبيرة ضد تنظيمات المتواجدة في هذه النقطة طبعا هذه الرمايات سلاح الجو هي في بلدة طيبة الإمام التي تتحصن بها التنظيمات الإرهابية هذه الاستهدافات هي لمقرات وتجمعات لهذه التنظيمات المتواجدة في هذه النقطة كاميرا الإخبارية تجول في قرية معرزاف بيري في حماس شمالي بعد سيطرة الجيش العربي السوري عليها وتنقل الصورة صورة الانتصار وأهمية القرية وتوثق مشاهد الدمار الذي ألحقته التنظيمات الإرهابية بالقرية مراسل الإخبارية علي شحود والتفاصيل نحن الآن في بلدة معرزاف بعد أن سيطرت عليها وحدات الجيش العربي السوري بعد أن قامت ودخلت إليها المجموعات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت جبهة النصرة واعتدت على المواطنين الآمنين وسرقت أملاكهم الجيش العربي السوري دخل البلدة من عدة محاور من محور التويم وكذلك محور أصيلة بهذه السيطرة يعتبر الجيش العربي السوري قيسيطرة على قرية مرتفعة نسبيا وهي مطلة مباشرة على القرى المحيطة بها بالريف الغربي سواء كانت أبو قلايا أو أصيلة أو حتى التويم القرية مرتفعة نسبيا وهو كما تلاحظون مطلة مباشرة على القرى المحيطة بها سواء كان الهوات وأبو قلايا ومن ثم أصيلة وبالجهة الأخرى التويم طبعا هذه القرية مرتفعة نسبيا وبعد سيطرة الجيش العربي سوري قد أمنى محيط هذه القرية من القرى الريف الغربي لمحافظة حما القرية من ثلاث محاور حبيب وخذنا أول شيء أبو قلايا وبعدين نتخلنا للقرية هون من الثلاث محاور بفضل الله أخذناها دغري طبعا نتجه باتجاه الضيعة الثانية نحررها كمان في ضيعتين هون قريبات إن شاء الله منحررين وإن شاء الله بيكون شعب سوريا كله آمن بفضل هذا الجيش وبفضل قيادة الرئيس بشار الأساد وإن شاء الله منظل تحت رايته إن شاء الله من قلب قرية معرزاف في ريف حماه الغربي للأخبارية السورية علي شحود أكدت هيئة الأركان الروسية أن العمليات العسكرية للجيش العربي السوري المدعومة بالطيران الحربي الروسي ضد إرهابي تنظيم جبهة النصر والمجموعات التابعة له أسفرت عن مقتل ألفين ومئة إرهابي في ريف حماه الهجوم الإرهابي الذي استادف دمشق انطلاقا من جوبر يشهد تداعيات وكشف عن تفاصيل ميدانية تتعلق بذلك الاعتداء وزارة الدفاع الروسية ذكرت أن العمليات العسكرية في ريف دمشق ترميل تفريق الإرهابيين والقضاء عليهم وقال الفريق سيرجي رودسكوي رئيس إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان خلال معتمر صحفي إن هذه المنطقة بالذات هي مصدر القصف بالهاون على أحياء دمشق السكنية وزارة الدفاع الروسية كشفت أن وثمانمائة إرهابي غادروا الموصل باتجاه الحدود السورية خلال الأسابيع الماضية وبشأن الهجوم الإرهابي على ريف حماه أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من عشرة آلاف إرهابي من جبهة النصر والفصائل المتحلفة معها نفذوا الاعتداء على حماه مشيرة إلى أن الجيش العربي السوري تمكن بدعم جوي روسي من القضايا على ألفين ومئة إرهابي في ريف حما ولمناقشة آخر التطورات ينضم إلينا في الأستوديو المحلل السياسي المحامل أستاذ رياض سقر حياك الله أستاذ رياض تحياتي أهلا وسهلا نبدأ من الميدان أستاذ رياض صد الهجوم في دمشق تطورات ميدانية في ريف حماه الشمالي وتقدم سريع للجيش العربي السوري يتزامن مع الموقف الإيراني بالسماح لروسيا باستخدام القواعد الإيرانية لشنغارات جوية ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا كل هذه التطورات الميدانية اليوم إلى أين تتجه العملية العسكرية في سوريا إلى أين يتجه الميدان كيف نقرأ الميدان في الأيام القادمة بناء على هذه المواطيات حقيقة اليوم أخي إياد نحن أشرنا إلى كثير من علامات الاستفهام حول هذا التصعيد العسكري على الجغرافيا السورية لماذا تزامن هذا التصعيد العسكري مع مؤتمر جينيف خمسي ولماذا هذا التصعيد على عدة جبهات هناك جبهة جوبر والقامون أيضا جبهة شمال حما كانت هناك جبهة مخيئة للتفجر في شمال اللاذقية هناك أيضا جبهة في الطبقة والرقة هذه التصعيدات العسكرية كلها تعطينا فكرة عن أن الذين ينادون اليوم بالقضاء على الإرهاب ومحاولة القضاء على داعش وجبهة النصر هم حقيقة هم من يحاولون التصعيد العسكري على الأرض يعني اليوم الجغرافيا السورية تعاني من إرهابين إرهاب داعش وجبهة النصر والتنظيمات الإرهابية وإرهاب التحالف الدولي الذي يقصف المدنيين في عدة أماكن أخرى حقيقة هو الهدف من هذا التصعيد العسكري على الأرض هو لضرب التفاهمات والمؤتمرات من أستانا 1 و2 و3 وحتى جينيف 5 وغيرها بالإضافة إلى ذلك محاولة ما يمكن أن نسميه اليوم اللعب على الحبال والقفز فوق الحقائق وبالتالي لضرب كثير من المواقف التي تم التوصل إليها مع الجانب الروسي هذا اللعب على الحبال كما سميته أستاذ ياضي برأيك هل يعطي نفعا اليوم في جينيف يعني هناك محاولة التعطيل منذ جينيف 4 وجينيف 3 وجينيف 2 محاولة التعطيل لم تتوقف اليوم في جينيف 5 نشاهد نفس المشهد ولكن هناك طروحات هناك أصبح جدول أعمال حقيقي موضوع على الطاولة هل هذا يعطينا مؤشر على التطور جينيف 5؟ حقيقة اليوم جينيف 5 كنا كثيرا نعول على أنه سوف يكون كسابقيه من الجينيفات التي عقدت يتعلق الأمر بأن الحوار السوري السوري هو الهدف الأساسي والنهائي لهذا الجينيف لكن ما حدث حقيقة أن هذا التصعيد العسكري في الميدان الداخلي السوري أدى حقيقة إلى يحاولون من خلاله إلى تقوية الموقف التفاوضي لكثير من المعارضات وعلى رأسهم معارضة الرياضة التي رفعت السقف كثيرا ووضعت شروط كثيرة على هذا الموضوع لكن حقيقة الأمر أن هذا المؤتمر حقيقة هو مرتبط بأربع سلال تم الاتفاق عليها لمناقشتها هذه السلال الأربعة الحقيقة الانتهاء منها يحتاج إلى عشر جينيف وليس إلى خمسة أو ثلاثة أو أربعة هذه السلال أصبحت جدوى الأعمال أصبحت جدوى الأعمال ويبنى عليها وتم الاتفاق على تناول هذه السلال بشكل متساوي صحيح تماما هل هذا هو بداية إنجاح جينيف أم على العكس تماما هو يعني قد يعطي لجينيف كما تفضلت مدى أطول حقيقة هم يحاولون أيضا أن يستنفذوا الوقت من خلالها جينيف يعني لا تستغرب أن يكون هناك جينيف ستة وسبعة وثمانية وعشر أو اثناش دليل أن هذه النقاشات كلها هي نقاشات مطولة وتحتاج إلى زمن وإلى مجهود كبير حقيقة وإلى صفاء النية في خلال النقاش ما الذي يضيفه وجود نائب وزير الخارجية الروسي جيناذي جاتيلوف في جينيف خاصة وأنه اجتمع مع وفد الجمهورية العربية السورية وكان الحوار إجابي بينهم يعني تناول سير العملية وسير الجولة الحالية الحقيقة القيادة الروسية عندما تتدخل على مستوى جاتيلوف وكما تعرف هو يعني معاون وزير الخارجية بشكل كبير جدا هذا يعطينا فكرة على أن الروس يريدون توجها معينا في جينيف هذا التوجه المعين قد يصل إلى طريق لا نقول مزدود إنما إلى طريق صعب مستصعب لا يمكن إدراكه إلا من خلال تحريك عجلة المفاوضات من خلال أفكار معينة تطرحها القيادة الروسية في مؤتمر جينيف بحكم أنها راعية لهذا المؤتمر مع بقية الدول ما هو المسعى الروسي التي تتحدث عنه؟ صحيح تماما المسعى الروسي هو أولا الحفاظ على وحدة سوريا على تراب سوريا على سيادة سوريا الحفاظ على النظام القائم القانوني والاجتماعي والسياسي والحضارة في سوريا والتاريخ والجغرافيا في سوريا وبالتالي عدم الدعوة إلى تقسيم سوريا الحقيقة هناك استراتيجيات كبيرة جدا يلعب عليها الغرب اليوم لعلها قائمة على عملية التقسيم في سوريا وإن شاء الله المقاومة الكبيرة والمجهود الكبير سوف يوقف هذه العملية إن شاء الله كل الشكر لك الأستاذ رياض صقر المحلل السياسي والمحامي شكرا لك أهلا وسلم سلامت حياتي هيا كلها شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سكان حي شارع فارس الخوري بدمشق يؤكدون بقاءهم في منازلهم وثباتهم ووقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري في التصدي للأرهابيين صلت لمرحلة خفت ما بقلك وضبيت شناتي وضبيت غراضي وقررت أني روح بعدين قلت لحالي ليش اترك البيت لمن يعني خلص ببقى ببيتي واللي الله كانت بنا يعده يصير يعني الحمد لله الجيش تحت عم يحمينا ويدير باله علينا ونحن قاعدين ببيوتنا وما زاير علينا شيء تردد ارادة فقرار اختصرت أم قيس القصة كاملة وجسدت تعابير وجهها ما خلف الكلام تحدثت بلسان حالي معظم ساكني الأبنية الملاسقة لساحات الاشتباك في شارع فارس خوري بدمشق أثناء صد الجيش العربي السوري لمحاولة تسلل الإرهابيين من جوبر ما هنه هذا الشي اللي هنه لي بالدنيا هدفهم الوحيد هدفهم الوحيد أنه يرعبوا هالعالة وتطلع من بيوتها فانحنا هلأ شفت البيت نباين أنه في شيء علمان بأنه كله أمنا يعني هلأ ركبنا البلور النهار الغري جبت منها وركبته نحن تضررنا كتير عمهون يعني كتير كتير نص الواجهة رحت عندي الأزاحر الأجزاز كتير تضرر أبا جراث كسلت مننا من قزائف تبعوا اللي كانت تنزل هنا علينا نحن أصبحنا ما صعنا براس البيت ولم نصع براس البيت وقعدين فيها البلد الصامدين فيها البلد هلا أنا ما عطلتهم أمدا يعني ما عطلنا رغم الضرب يعني نفوت بين الأبناء وناخدهم على المدارس الأضرار المادية في بعض المحال لم تمنع أصحابها من العمل فصوت إرادتها هنا أعلى من صوت الاشتباكات وقرار البدء من جديد أعلنه المتضررون بصورة مباشرة كأصحاب المعامل عمنا نعمل هون مقابل شركة الكهرباء كل يوم عم نجي لهون يوم اللي كانت المعرك الأحد كنا هون والتنين والتلاتة كل يوم رحنا موجودين مع الجيش العرب السوري هون يعني بدنا نرجع نبني ونشتغل طوال إنه فيها الروح طالع ونازلة فيه إرادة وفيه شغل وفيه كل شيء بدنا نعيش بدنا نشتغل حياة ما وقفت هون إن شاء الله الأمور للأحسن ساكنين هون وما طلعنا من بيتنا الحمد لله تعبنا وخفنا بس سقطنا بالجيش كبير الحمد لله ما نحن نطلع بيدون شيء نحن صندين صندين يعني ما في فهمة الجيش إن شاء الله ما بصير شيء هون ورش الإصلاح والتنظيف لم تتأخر والعاملون يتشاركون مع الأهالي إزالة آثار الماضي فهذه دمشق العصية تقطف ثمار سمودها معطرة بدماء شهدائها الأبرار من شارع فارس خوري للأخبارية السورية مشلين عازر المناضل الأسير صدق المقت يقف شامخا في قاعة محكمة الكيان الإسرائيلي غير آبهن باستمرار حبسه التعصفي في سجون الأحتلال عماد مرعي تحيات إلى شعبنا السوري إلى جيشنا الصامد إلى القائد بشار الأسد وأبارك بانتصارات جوبر واعتز بالرد الحاسم على العدوان الصهيوني من قبل قواتنا المسلحة بهذه الكلمات الخاطفة أطل المناضل صدق المقت على ذويه في قاعة المحكمة الصهيونية بعد أن سمح لهم رؤيته عن بعد لوقت محدود لم يتجاوز دقيقتين قبل بدء الإجراءات التعصفية بحقه ومحاكمته المقابلة لا تقل عن الدقيقة تقريب تحدث صدق المقت بحي الجيش السوري بحي الشعب السوري بحي القيادة السورية يتحدى الإعلام الإسرائيلي عن ملف صدق المقت بالتحديد لماذا إسرائيل وإعلام إسرائيل لا يفرط بكلمة وحدة بهذا الملف؟ نحن ندرك تماما بأن إسرائيل تحاول أن تلف اقتهم جديدة بحق الأصير البطل صدق المقت حتى توسع دائرة الاتهام ضده وبالتالي تتمكن من الحكم بحقه يتناسب وأجرامه في أروقة المحاكم لا شيء يوحي بانتهاء رحلة المعاناة لمانديلا سوريا على العكس من ذلك أصبحت أكثر تعقيدا فقد أشار مراقبون لتدخل الأمن الصيوني في محاكمة المقت وتلفيق تهم جديدة لإصدار حكم جائر الجهزة الأمنية وخاصة جهاز الشباك يتدخل في هذه القضية نحن نعلم جيدا من خلال متابعتنا لتفاصيل هذه القضية بأن الموضوع ليس أكثر من ملاحقة سياسية ومحاولة فبركت قضية بين مزدوجين وكأنها قضية أمنية أحكام بالسجن الفعلي تتجاوز المعقول تطالب فيها سلطات الاحتلال في محاولة فاشلة لكسر إرادة البطل صدق المقت الذي فضح العلاقة الوثيقة بين الإرهابيين والكيان الصهيوني والتأثير على سير المواجهة مع مخططات الاحتلال في الجولان المحتل الرامي للتهويد أهله سلسلة إجراءات تتخذ سلطات الاحتلال لمنع تحرير المناظر صدق المقت في خطوة انتقامية من مواقفه الصلبة التي تعكس إرادة الجولانيين بالوقوف إلى جانب وطنهم للإخبارية السورية عماد المرعي فلسطين المحتلة وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على تعديل القانون المتعلق بالتوردات الضريبية المختلفة التي تتم بين القطاع الخاص والقطاع الخاص بهدف منع الازدواج الضريبي كما وافق على مشروع قانون تعديل معايير تكليف بعض المنشآت السياحية المزيد من التفاصيل في هذا التقرير كلف مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة المهندس عماد خميس وزارات التنمية الإدارية والتعليم العالي والاتصالات والتقانة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة واقع هيئة الطاقة الذرية ومناقشة وضعها بشكل شفاف ووضع رؤية قابلة للتنفيذ وفيما يتعلق بمشروع خطة التنمية البشرية المعد من قبل لجنة التنمية البشرية بمجلس الوزراء قرر المجلس تشكيل لجنة إشراف عليا لصياغة خطة التنمية البشرية بشكل كامل هذه الخطة لقدمت رؤية واستراتيجية نوعية للمرحلة القادمة حول آلية تحسين واقع مفهوم الإنسان وقيمة الإنسان في سوريا المواطني الوطن درسنا موضوع التعافي من خلال برامج نوعية ومصفوفات تنفيذية بضعات من قبل لجنة التنمية البشرية والعديد من السادة الخبراء المعنيين في هذا المجال وتوقف المجلس عند السياحة الدينية ووافق على الآلية الجديدة التي وضعتها وزارة السياحة وتتعلق باستقدام الزوار بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارات المعنية وخاصة بما يخدم رفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار وجودتها تضمن الآلية أيضا كافة الخدمات المقدمة وخاصة حصر هذه الخدمات بالشركة السورية للنقل والسياحة المملوكة بشكل أكبر لوزارة السياحة وآلية أيضا التعامل ما بين الشركة السورية النقل والسياحة ومكاتب السياحة والسفر ولمدة محددة ريسما تم أيضا الارتقاء بسوية المقدمة من مكاتب السياحة والسفر وصدق المجلس على الشروط الفنية والقانونية والمالية لإطلاق خدمة البث التلفزيوني ضمن باقات تلفزيونية عبر الإنترنت من قبل وزارة الإعلام ووزارة الاتصالات والتقانة الأمر الذي سيمكن الشركات الراغبة بتقديم هذه الخدمة وتقديم طلباتها لوزارتي الإعلام والاتصالات ضمن شروط محددة ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعفاء المركبات المعبئة من الغرامات المالية المترتبة عليها ومن قيم اللوحات ورخص السير المفقودة وذلك خلال فترة التعبئة هناك أحيانا تأخر في تسديد الرسوم الآليات نظرا لوجودها في مواقع صعبة وأحيانا هناك ضياء لبعض اللوحات وأحيانا ضياء لرخص السير المركبة فقررنا اليوم برئاسة الوزراء الموافقة على إعفاء المركبات المعبئة في فترة التعبئة من غرامات التأخير لتسديد الرسوم السنوية أو من الغرامات المفروضة على ضياء لوحة من لوحات السيارة أو كلا اللوحتين أو ضياء رخصة السير ووفق المجلس على مشروع قانون تعديل معايير تكليف بعض المنشآت السياحية بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة هذا في الواقع سيسهل عمل إدارة الضرائب وأيضا تحقق الضريبة لهذه المنشآت ستصبح أكثر وضوحا وأكثر سهولة ومريحة لأصحاب المنشآت السياحية وهذا مطلب في الواقع لألساد أصحاب المنشآت السياحية كما وافق على تعديل مشروع قانون الضريبة على تعاملات القطاع الخاص السوري مع القطاع الخاص السوري بهدف منع الازدواج الضريبي ليكون التحقق والتحصيل الضريبي عادلا وواضحا لكل المتعاملين كما تطرقت المناقشات لقضايا المصالح العقارية وواقع البلديات وألية توزيع المحروقات في محافظة ريف دمشق والسياحة الدينية إضافة إلى الجولات الميدانية والمفاجئة للوزراء على المديريات وموضوع المناطق الصناعية في مدن المحافظات الأمين القطرية المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس إهلال الإهلال يلتقي وفضل جبهة الشعبية العربية للوحدة في مبنى القيادة القطرية الإهلال عبر عن فخر سوريا بانتمائها للعروبة وفخرها بالشعب العربي مؤكدا أن كل هذه الحروب الكونية التي تحاك ضد سوريا سببها الرئيسية تمسك بالمشروع القومي العربي ورفضها للمشروع الصهيوني مشيرا إلى أن سوريا ستبقى الداعم الأول وخير عون لكل مشروع عربي يدعو للوحدة وستبقى قلب العروبة النابض من جهته نوها أبو زيد إلى أن الغرب أراد ضرب بنية المجتمع السوري لكنهم فشلوا وذلك بسبب متانة هذه البنية ووعي هذا الشعب والتفافه حول الجيش العربي السوري الاحتلال يمعن في إجراءاته التعصفية بحق الفلسطينيين ويشن حملة اعتقالات في صفوف حراس المسجد الأقصى معنى في الإجراء الصهيوني للتضييق على الفلسطينيين شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة طالت 11 من حراس المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بعد اقتحام منازلهم وحولتهم إلى التحقيق على خلفية منعهم موظفا فيما يسمى بسلطة الآثار بحكومة الاحتلال من سرقة حجارة من داقل المسجد الأقصى القديم وفي السبزاز واضح وفاضح لمشاعر المسلمين والمرابطين في المجد الأقصى المبارك قرر رئيس وزراء الاحتلال بن يمين ناتنيوهو السماحة لوزراء حكومته وأعضاء الكنيسة الصيوني باقتحام المجد الأقصى المبارك ويأتي هذا القرار بعد حضر اقتحامات أعضاء الكنيسة المجد الأقصى من دون دلع انتفاضة القدس في شهر تشيين الأول من العام 2015 تطورات تأتي في وقت يضيق فيه الاحتلال على التجمعات الفلسطينية بهدف ترحيل سكان الفلسطينيين وفي هذا الإطار هدمت آليات الاحتلال منزلين في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص مخططات تستاذف الشعب الفلسطيني ينفذ على الاحتلال تواجه مقاومة شعبية في ظل إصرار المواطنين الفلسطينيين على التمسك بالأرض وإسقاط مشاريع الاحتلال الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية كوريا الديمقراطية تجري مرة أخرى اختبارات على محرك صواريخ باليستية للوصول إلى واشنطن هاشتاك هذه الليلة إلى العنوين الأركان الروسية تؤكدوا أن العمليات العسكرية للجيش العربي السوري ضد ارهابيين نصرى أسفرت عن مقتل عدد كبير من الارهابيين وفض الجمهورية العربية السورية إلى محادثات جينيف يلتقي قاتلوف ويتبادل معه وجهة النظر حول سير الحوار السوري السوري الاحتلال يشن حملة اعتقالات في صفوف حراس المسجد الأقصى إلى اللقاء اشتركوا في القناة